من أبو ظبي إلى الرياض وصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي برياسة عيدروس الزبيدي بناءً على دعوة وجهتها السعودية اعتبرها مراقبون مسعاً منها لاحتواء التمرد الأخير على الشرعية الذي تم منذ ثلاثة أسابيع لا تفاصيل عن الزيارة لكن مصادر مطلعة أفادت بوصول عيدروس الزبيدي برفقة ناصر الخبجي وعبد الرحمن الشيخ وعلي الكثيري ومحمد الغيثي فيما تحدثت وسائل إعلامية عن اشتراط الرياض استثناء هاني بن بريك على خلفية مواقفه وتصريحاته التي وصفها كثيرون بالمتطرفة زيارة المجلس الانتقالي إلى السعودية تعد الثالثة حيث تواقدت فيها قيادات من المجلس في نهاية مايو 2017 وفي الخامس من نوفمبر 2019 واتت الزيارة الأخيرة بعد رفض ميليشيا الانتقالي إعادة الأمور إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية واتهام السعودية للانتقال بمنع قوات خفر السواحل من أداء مهامها العملياتية على خلفية الاعتداء على سفينة أجنبية قرب سواحل المكلة بالتزامن مع اتهام الحكومة للمجلس بنهب أكثر من 17 مليار ريال من مؤسسات حكومية وصول عيدروس الزبيدي إلى الرياض زاد من حالة الغموض التي تكتنف الموقف السعودي كون التمرد الأخير لانتقالي لم يكن على الشرعية فقط بل على اتفاق الرياض أيضاً وقد فسر محللون ذلك بكونه خطوة سعودية لاحتواء التمرد المعلن في أواخر أبريل الماضي لكن آخرين اعتبروا الموقف السعودي تكريساً للسياسة السعودية التي لا تأبه بوحدة اليمن وأمنه والسقراره